السلام عليكم مرحبا بكم معي اليوم في درس جديد مؤسسيات تعلم الرنضة الدرس اليوم غدي يكون طريقتي اللي كنلقي بها ليدين مع الكتاف وقبل ما نبدي في الدرس نتمنى تديروا ليجام وتبغطا جماشين وتابونوا اول حاجة نحتاجوها انا الكتف الظهر والقدامي لقيته كما كتشوفو الملاقية انتع واحد ومبعد ما لقيته هذا رهي القدامي وهذا رهي الظهر شديته بفنيتها هكا لحقاش غدي نخدم هاد النص لول ابخي عادك غدي نخدم هاد النص دابا غدي ناخد اليد ديالي كما كتشوفو غدي اول حاجة غدي نقسمها هكا في النص ها غاتشوفو ونعلم هنا في النص بالفنيتة من بعد غدي نجيب هنا في هاد النص اللي بديت فيه الفنيتة يعني معنى ما فيه النص غدي هو اللي غدي يجيني هنا مع الكتاب فنيتة وغدي نشد الكتان ديالي فلوس هذا اللي غدي نخدم فيه ها ونقلع الفنيتة باش اعلمت النص ديالي انبيت غدي نخدم بغرزة لقي بغرزة اول حاجة غدي نبدي منو هاكا كما كتشوفو وغدي نرمي الخط على صبعي وغدي نجي نضرب في الكتان من بره الداخل وندخل اللي برا هاكا وندير عقده شوفو هاكا غدي عود تاني نرمي الخط على صبعي هاكا وندخل اللي برا تحت ندخل وندير عقده هادي تكون تكونت لي هنا واحد العوينة صغيرة دابا عود تاني نخدم في الكتان وندرب في الكتان دخل الخط ملوي على صبعي من هاكا الجهة والقدام دابا نرمي الجهة الاخرى هاكا هاكا وندخل في هاد العوينة ها كانت كونات لي قبيلات وندخل اللي برا هاكا تحت الخط كما كتشوفو هاكا نضرب في الكتان وتكون الدربة اللي ضربت فيها تكون هاوو مفاصل البعضياتهم باش تكون الخدمة عندي مقية ومزيانة هاكا وندخل داما بالملاقيان بتاع عين وديما حاولوا يجيوكم هاد الغرزات اللي كديروهم في الكتان ونفصل بعدياتهم باش جيكم الخدمة مقية وزينة انا كنخدم بالخيط مبروم على جوش عرات كتعجبني الخدمة بجوش عرات كتجير قيقة وزينة ديما كنخدم بجوش عرات ها كما كنتشوفوا قغادية خدم عادي بالملاقيان تاع عين وحدة بالنسبة لما يعرفش الملاقيان تاع عين وحدة ديجا درت فيديو على طريقة ملاقيان تاع عين وحدة قدي خليها لكم في صندوق الوصف ودي نبقى هكا غادي ياخد دعم عادي انا هالطريقة كنخدمها ديما كنبغي نقسم اليد هكا في النص ونبدي ديما منه من هاد من الكتاف باش حتى إلا كانت مثلا عندي اليد دين في الفصالة تفصلوا شوية كبار على هاد الفتحان تاع اليد دين ولا كان يعني كان شي ديفو في الفصالة مايبليش يعني نقدر نسجدو بتالي كاو غادي مقا غادي ياخد تامعان ديما حتى نكمل خدمتي بعد ما كملت هاد الشيها كاملة المصلولاني ديالي ماكاتشفو خدمتو بالملاقيان تعين ثامل بديتو منا بعد شوفو احنا خرج الليد زايدة هنا بهاد شوية يعني ماشير زايدة شبزة فقد من نجيل لقي ليد غادي نعطفها هكا دابا انا ماكنت خدمة كنت خدمة ليد جاية عندي وهذا الظهر جاحت الظهر و لقدام غادي الجيها الاخرى دابا غادي نقلب غادي نرد اليد اللي غادي يمجيها الاخرى و الظهر والقدام هما اللي جايل عندي من القدام غادي وغادي نتبت الكتن دي على الوساد اللي كان نخدم عليها دابا غادي غادي نخد خط جديد وغادي كما كتشوفو هنو عندي الخط غادي نمشي حداها نبعد واحد شوية نفس التبعيد اللي يعني مبعد منو وغادي ندير عقد هكا كما كتشوفو دابا غادي لاركم تشوفو هنا عندنا واحد العوين لاركم تشوفو يعني غادي دابا نرمي الخط هكا جاها الخرا بحلي غادي نخدم الرندا وغادي نجي لها العوين وندخ الخط في العوين وابقى ندخله تحت الخط ونخرج عادي ثاني نرمي الخط ونجي على أخرى احنا ما عندي ش فين نضرب في الكتان إلا كتشوفو عندي هنا واحد العوين لاركم تشوفوها عادي تمك ندخ اللي برا دي علي وكتشوفو وندخ لها متحت الخط ونخرج يعني بلصد ما نضرب في الكتان نضرب في هاد العين عادي ثاني غدي نخدم بحلين نخدم الرندا عادي ندخل في هاد العوين وندخل تحت الخط ونجربت هاد عادي عادي نضرب في الكتان وندخل برا عادي بحل اللي نخدم الرندا عادي 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 نضرب ندخل وندخل لحت الخط عادي عادي هنا ما غديش نضرب في الكتان هاد العادي عادي ندخل في ها اللي برا وندخل بتحت الخط ونجمع يعني جوج ضربت ما ضربتهم ش في الكتان ضربتهم في هاد العوين عادي 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 رندا ديالي نضرب عادي هنا في الكتان نخدم عادي ملاقية متاعين دابا احنا ضربت جوج مرات بلاصل ما نضرب في الكتان ضربت في هاد العوينات دابا غدي نضرب في الكتان عادي دابا غدي نبدأ نخدم خدمتي عادي في الكتان خدمتي عاديا في الكتان نكمل خدمان تعمل الملاقية نتعين وكي قلت لكم لما تعرفش الملاقية نتعين واحدة غدي نخليها في صندق الوصف نخلي نخلي الليان ديالها نداجة كنت درت فيديو نتاع الملاقية نتاعين ملاقية ملاقية كتان خفيف كي تبزك في الصح وغدي نبقى هكا خدمة عادي دابا حتى نكمل اليد ديالي كامرة اللصق اليد ديالي كامرة ملاقية دابا بعدما كمنا الخدمة كما كتشوفو ما كيبان ناشقاع باللي هاد الكتب خدمناه بوحده واليد خدمناه بوحده خدمناه بوحده كتشوفو الطريقة العادية اللي العادية اللي نقدم نخدمو بها هي أننا نبديوه هنا من الجنب ونقاوه غدين 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 حتى نكمله تنكمله طل القنت ولكن ديك الطريقة في حالة كان عندنا كانت عندنا الفصالة معيوبة بحل هكا بحل هكا المشكي بحل هكا بحل هنا عدم التسمى ما فيها شي عيب كبير بحلها زايدتنا منها شوية في حالة كانت عندنا الفصالة معيوبة وخدمنا بالطريقة العادية ويجب أننا بديوهم القنت تنوصلوا لقت غدي بحل هد الزوائد اللي عندنا منه هد العيب من اليد خرجتنا كبير على الظهر والقدام اللي لصقنا معاه غدي يصطق هد زيادة زايد هد زيادة كاملين في جهة وحدة ويعني من غدي نجون على الطفو غدي نجون على الطفو ونجي ونلاقي وليد نجمعوه ليد نجمعوه هكا ليد غدي يكون عندنا المشكيل انه غدي تجينا جيها بحال طويلة وجيها قصيرة وغدي تجينا الخدمة معيوبة تحت الباط لهذا هد طريقة انتع اننا نقسموه الكتان ونخدموه كالجينة حسن بحال هد الليد في هغي هكا شوية كما كتشوفو ولكن ليد الزوجة بحال انا ليد الزوجة خرجت لي فيها اه لعيف في الفصالة بالزعب شوفو كحق الفصالة مشي انا اللي فصلت الخياب اللي فصل لي كما كتشوفو جاي حادة مننا ونفسو كان في الجهة الاخرى ها ها وعب التاني نفسو من الجهة الاخرى وتخيلوا اننا لو كان بدينا مننا وبقينا غادين 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 تتوصلنا القد وهد مرسو كامل زائد هاد المرسو يعني قريبا قد هكا يبقى النا في جهة واحدة غادي يعني مين غادي نجيوا اللقي واليد ديانا نجمعوها مين غادي نجيوا نجمعو اليد ديانا هاكا غادي يجينا هنا هاد الشيهة هنا فتحت البعض غادي يجينا جهة طويلة وجهة قصيرة وغادي يجينا لعيب كبير بزا لهذا هاد طريقة كي قلت لكم انكم تخدموا النص تقسموا اليد في النص وتخدموا النص بوحده واضخذ النص بوحده يخليكم تجنبوا المشكل انه المشكل اللي غادي يوقع لكم هنا في جهة الباط بحال هنا غادي غادي نعطف هاكا تما كتشوفو ونعطف اليد الاخرى على الثاني غادي غادي تشوفو غادي تشيني قد قد ها كما كتشوفو هاي كما كتشوفو هاي قد قد ماشي بحال لو كانت كي قلت لكم هاد العيب مزيود منه يعني غادي جينا تقريبا مزيود منه يعني غادي جينا تقريبا غادي كون مجمع تخيلوا لكم بحال هكا غادي غادي سوف يوقع المشكلة ان في الليد سيكون جهة طويلة و جهة قصيرة وهذا العيب لا يبدأ هنا في القدام ولا يبدأ في البط تحط هنا في البط لهذا ننصحكم ان تخدموا بهذه الطريقة طريقة جيدة و سهلة و كي وريتكم هنا قد تكون الخدمة كم تكون و انتمنى يكون عجبكم الفيديو و استفدتوا و في حالات ما فهمتوا شي حاجة او كان عندكم شي استفسار او تساؤل انتمنى تخلي وهلي في الكومنتر و للحلقات القادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة